السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد زدان في حلقة جديدة من حلقات كورا سبورت زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الحلات اللي تخص النادي الأهلي وردا على كل المرتزقة اللي بيهدموا النادي الأهلي لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين النهاردة فوز للنادي الأهلي فوز متعسر بلا متعة غير بعد التغييرات مباراة كلمة السر فيها البودلاء أداء سيء جدا يتحمله بنسبة كبيرة مسماني تشغيل سيء بنلعب بتلاتة ديفندرات ليه ما بدأناش بأفشة مكان أكرم ومصمم إن أكرم يكمل الماتش طبعا أكرم عمل ماتش كويس جدا جدا ولكن كان من الأفضل إن احنا نبدأ بكهرباء وطاهر حسين الشاحات يراجع نفسه كتير جدا قراراته بطيقة يعني ليه ما بدأناش زي ما بنلعب باتنين ديفندرات حمدي وديانج وقدامهم أفشة بوالي أخيام محترمة جدا حسينا إن عندنا مهاجم إفريقي شارس طبعا مع محمد شريف اللي ما كانش يعني التوفيق ما كانش محال فيه النهاردة كهرباء ما يعودش دكة نهائيا دلوقتي إلا لقدر الله لو فيه إصابة أو أي حاجة لقدر الله ده وقت توهجه كهرباء في كامل فرمته واللعيب دلوقتي في خمس مباريات بسم الله ما شاء الله خمس أهداف يعني بسم الله ما شاء الله يعني كهرباء ما يعودش نهائيا محتاجين محمد هاني ضروري جدا جدا ربنا رجعو لنا بالسلامة وليد سليمان رجع بشنطة الجوال وفكهة النادي الأهلي نتمنى ننسى بعض الأخطاء في المباراة خلاص ياريت نرجع أخطاءنا وإن كان أن أنا شايفها أغلبها يعني خططية من مسماني بشكل كبير جدا طبعا حاجة تحسب لمسماني أول تواجد لبانون مع الأهلي لعب أساسي وكان في نهاية كأس مصر نهاردة أول تواجد لبواليا مع النادي الأهلي وأيضا لعب أساسي كان عندنا مدرب بقاعد اللعيبة أول ما يجو عشر ما تشاطع الدكة لحد ما ينسجمه مع الفريق وأول ما ينسجم يطلعهم إعارة للجونة طيب خالد الغندور خالد الغندور لو ما جابش سيرة النادي الأهلي يتحرق خالد الغندور عنده غل وحجد من النادي الأهلي بطريقة رهيبة جدا جدا مش موجودة عند أي حد في الدنيا نزل بست ومهاجم النادي الأهلي وبيهاجم أيضا الحكام اللي أنا شايف أن النادي الأهلي كان ليه هدف صحيح هدف كرة اللي ضعت من انفراد شريف وراحت لكهرباء وحطها تصوير وفار حاجة سيئة جدا جدا يعني أنا معتقدش بصراحة أن كان فيه فار أصلا والحاكم راح شاف معمول خط ولا هو تصوير زي الناس ولا أي حاجة أي كلام في أي كلام مهم خالد الغندور بيقول اللي كان زعلان من الفار والحاكم في كرة إمام عشور إيه رأيكم في هدف كهرباء هل مش فاولة على محمد شريف قبلها ولا إيه راجل مشكلته النادي الأهلي هو مخلوق لهجوم النادي الأهلي فقط كرة إمام عشور الدنيا كلها والتحكيم وكابتن شناوي وكل الناس كلها قالت لك كانت راكل الجزاء وبناء عليه الحاكم اتوقف شهر طيب أنت دلوقتي كرة هدف كهرباء صحيح مية في المية عمل إيه محمد شريف مش قادر أفهم يعني عمل إيه كرة هدف صحيح مية في المية بل النادي الأهلي ليه هدف ملغي بداعي التسلل وما فيهاش أي تسلل نهاردة ريد عبد العال الهجاس الكبير اللي على شاكلة خالد الغندور يسقط بطنطة للمركز الأخير وإشارات خارجة وخناقات في المباراة النهاردة الهجاس خسر بهدفين مقابل لشيء ونزل للمركز الأخير كان فيه خناقات في المباراة بينه وبين جمهور نادي طنطة وعمل لهم إشارات خارجة النهاردة طبعا النادي الأهلي أعلنت المجموعة بتاعته في دورة أبطال إفريقيا وفيها المريخ وسمبة وفيتا كلوب إن شاء الله ما يعيد مباراة النادي الأهلي يوم اتناشر أو تلاتاشر فبراير مع المريخ في القاهرة ملعب النادي الأهلي ويوم تلاتة وعشرين مع سيمبة في ملعب سيمبة يوم خمسة أو ستة مارس مع فيتا كلوب في ملعب النادي الأهلي أيضا يوم ستاشر مارس في ملعب فيتا كلوب ويوم اتنين أو تلاتة إبريل مع المريخ في ملعب المريخ في السودان يوم تسعة أو عشرة النادي الأهلي هلاعب سيمبة في ملعب النادي الأهلي مجموعة لطيفة جدا شكليا الإجابة فيها إنك هتبدأ مبارياتك في القاهرة وتنهيها في القاهرة عشان في أسوأ الظروف ما تتحطش موقف شبيه لموقف ملعب الهلال في بطولة القاضية ممكن لكن لو هنبص لصعوبة المجموعة مقارنة مثلا بمجموعة الزمالك هنلاقي إن قدامنا سفريتين رخمين للقونغو وتنزانيا بل إن كمان ملعب سيمبة يكاد يكون الملعب الوحيد في إفريقيا بالكامل اللي بيستقبل جمهور ما يعرفش يعني إيه كورونا ما عدتش عليهم ولا أي حاجة كورونا لكن في المجمل مجموعة متوازنة والناس اللي من باب التفاؤل اتمنت وقوع الزمالك معانا في المجموعة بقول لهم عادي دي إفريقيا كلها قوضة وصالة وبكرة ناخدهم في عدة بعيدة ويعزمنا عليها أفشى بالقضية ممكن فاروق جعفر في تصريح سخيف منه بيقول من ساعة ما الأهل اشترى صلاح محسن باربعين مليون وطلبات اللعيبة بقت في السقف العالي والأسعار مبالغ فيها جدا مثلا في لعيب عندنا عنده هو يعني في نادي الزمالك بتون ذكر أسماء بياخد حوالي اثنين مليون جنيه في الموسى لما تكلمنا معاه في التجديد طلب أكثر من أربع أضعاف عقده الحالي يعني حوالي تمانية أو عشرة مليون جنيه في الموسى فمتحد شلب بيقول له تقصد عبدالله جمعة قال له أيوه هو بس أنا مش عاوز أذكر أسماء طيب عبدالله جمعة برد كده على الانستجرام على فاروق جعفر ورد عليه وكذبه وقال له على فكرة أنا ما قعدتش معاك وانت يعني ما فيش اجتماع حصل بينه وبينك فالكلام انت بتقوله دوات عالي تماما من الصحة موسيماني يوافق على رحيل صلاح محسن عن الأهل وتجديد أعارته لسموحة طبعا في ظل عدم نجاحه في إثبات أحقيوته بالتواجد في القلع الحمراء وعدم استغلال الفرص التي منحها له الجهاز الفني موسيماني يوافق على تجديد إعارة اللاعب إلى سموحة مرة أخرى في الزل تمسك مسؤولي سموحة بالتعاقد مع اللاعب بعد التقلق معهم خلال الموسم الماضي نهاردة محمد زدان في الاستيديوت لخبط وبدل ما يقول طاهر محمد طاهر قال محمود طاهر رد شبير وقال له ما تستعجلش محمود طاهر هتشوفه قريب قوي طبعا هيشوفه قريب قوي أكيد طبعا مش على رئاسة الناد الأهلي ولكن انتخابات اتحاد القرى قادمة فده اللي كابتن شبيري يقصده إننا هنشوف كابتن محمود طاهر أو مهندس محمود طاهر على رأس الانتخابات القادمة لاتحاد القرى المصري لقرة القدم بس أنا من وجدة نظري كابتن محمود طاهر أو مهندس محمود طاهر مش فادي فاكرين دايما مباراة الناد الأهلي المهمة كان دايماً عندوا سفريات في ألمانيا دايما عنده شفريات شغل فما اعتقدش ان هو يبقى فاضي لبطولة زيديه الا لو هو شايف ان هو فاضي وده وقته المناسب ان يكون موجود في مصر على منصب اتحاد القرى المصري مهندس عدل القيعي بيقول الاهلي ما بيلعبش في اسماعيلية طيب هو الاهلي او الاسماعيلي عفوا الاسماعيلي بيلعب في القاهرة مع النادي الاهلي لا بيلعب في برج العرب وايضا احيانا بيلعبه في السويس طيب الاهلي ما بيلعبش في اسماعيلية طب هو الزمالك بيلعب المصر في برسعيد ما احنا عايزين حد يرد علينا هل الزمالك اللي بيقولك انتوا ما بتروحوش برسعيد في فرقة اصلا في الدور الممتاز بتروح برسعيد مفيش كفاياكم العيش في المظلومية بسبب دور المظلومية حدثت كثير من الدماء وكثير من الضحاء بالنسبة لفرجاني ساسي خارج الزمالك بعد التعذر او التعثر يعني المفاوضات والتجديد مع اللاعب ذلك يأتي في ظل فشل مسؤول نادي الزمالك في تجهيز مقدم عقد اللاعب الجديد بسبب الازمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الاخيرة مشيرا الى ان ساسي طلب مليون يورو مقدم تعاقد عند التجديد طبعا ده اللي ما قدرش كابتن خارج الغندوري للمهم طبعا احنا كجمهور او عمتا جمهور الزمالك خاصة يعني انا بقول احنا كجمهور يعني مجمل مش هنقدر طبعا دلم مليون يورو للاعد المهم الراجل يعني شاف ان الاتفاق طبعا على كافة تفاصيل العقد معاه من حيث الكيمة المالية او المدة ولكن مفيش حد ينفذ ومفيش مقدم عقد دلوقتي يحق لفرجاني ساسي توقيع لاي نادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون الحصول على موافقة مسئولي نادي ادت زمالك يعني اللاعب اي انتقال هيبقى في دلوقتي وهو حر اه هيقعد تلات اربع شهور لنهاية الموسم الجاري وخلاص فاش اي مشكلة والراجل هياخد بقى الملايين ليه هو في جيبه الخاص وان كان الاقرب ومحتاجه من وجهة نظري برمد راجل دلوقتي موجود في الامارات ايا ان كان بيمضي مع احد او بيتعاقد مع احد ممضوح عيد مش هيسيبه في الامارات ولا هيسيبه في اي حاجة خالص بتمنى ما كنتش طولتا لحضراتكم لو طولت بعتذر شكرا لحضراتكم جمهور الكرة المصرية بشكل عام جمهور النادي الاهلي بشكل خاص جمهور كرة سبرت شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضراتكم